اشتركوا في القناة اتكلمنا عن المعادن السمينة وقلنا ان اتهب من اغلى المعادن ومن اجمل المعادن السمينة اللي الناس كلها تعرفوا وانه بريقوا بيخطف ابصار جميع الناس اتكلمنا عن الفضة وقلنا ان الفضة من المعادن اللي اغلب الناس تعرفها واغلب الناس بتستخدمها في شغل المسوقات وفي شغل الحلي وغيرها من المشغولات اتكلمنا عن البلاتين وقلنا ان البلاتين مش معروف كتير بالنسبة لبعض الناس لكن البلاتين من الخامات الغالية جدا اللي بيستخدم دايما في الترصيع بالأحجار الكريمة يعني في شغل المجوهرات طيب النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن فكرة عامة عن منهج أو محتوى منهج الترمي التاني لمادة الخامات المعدنية لتخصص تشكيل المعادن والسياغة طيب نشوف كده مع بعض يلا بيقول لي عشان نتكلم عن فكرة عامة لتخصص الخامات أول حاجة هنتكلم على محتوى الباب الخامس الباب الخامس بيحتوي على مجموعة من العناصر أول حاجة أول خامة هتكلم عنها بالتفصيل هي خامة المينة بيقول لي أن المينة هي عبارة عن مادة شفافة قدرت أن أنا أصنعها وقدرت أن أنا أشتغل بيها وقدرت أن أنا أزخرف بيها سطح المنتجات المعدنية عشان نطفي عليها نحية فنية وجمالية يبقى أنا مش أتكلم بالتفصيل لكن هقول مقدمة من خلالها هقدر بعد كده هتكلم بالتفصيل عن وحدة وحدة أو باب باب من الأبواب بتاعة الخامات يبقى المينة هي عبارة عن مادة لو هعرفها بشكل عام هقول إنها مادة زجاجية سهلة الاتصاق على أسطح المنتجات المعدنية بعد صهرها يعني التركيب الأساسي للمينة هو عنصر الزجاج أو عنصر السلكة اللي من خلاله أقدر أعمل مادة شفافة ألون بيها سطح المعدن طيب أنت استخدمت المينة ليه أو هتكلمنا عن المينة ليه هكلمك عن المينة عشان هي خامة بتخش بديل للأحجار الكريمة الأحجار الكريمة تمانها غالي جدا سعرها مرتفع وزنها برضو تقيل بالنسبة للمسوغات فبيكون شكل المنتج في الآخر شكله جميل آه لكن سعره مرتفع جدا عشان كده قدرت إن أنا أستخدم المينة كمادة بتفاصيلها بمكوناتها بالعناصر الدخلة في تركيبها هنبدأ نتفرج على بعض العينات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لما ديجي نشرح الباب الخامس تمام؟ بص بقى معايا هتفرج على تركيب المينة أول حاجة آه دي الوحدة الخامسة بيقول إنها بتحتوي على التالي نمر واحد أول حاجة عندي تعريف المينة بيعرف للمينة زي ما أنا قلت من شوية آه دي شكل حبيبات المينة كل الدرجات متوفرة كل الألوان متوفرة يعني المينة بتكون في صورة بودرة أو بودر وممكن أشتريها في صورة قطع غير منتظمة الحجم يعني بشتري برطمانات كده وأقدر إن أنا أستخدم المينة بالطريقة اللي هتكلم عنها كخامة وأقدر أستغل جمالها ولونها وشفافيتها أو عدم شفافيتها حسب نوع المشغولة اللي هتكلم عنها تمام كده؟ يبقى المينة عرفنا إنها مادة زجاجية سهلة الالتصاق على سطح المعدن بعد صهرها عرفت إن المينة بتوجد في الأسواق بشكل عام على شكل قطع غير منتظمة أو على شكل حبيبات صغيرة أو بتكون مسحوق ناعم لكن أنا في الغالب أنا اللي بقدر إن أنا أحولها لمسحوق ناعم عشان أقدر أستخدمها في شغل المجوهرات وشغل المعادن بصورة كبيرة يبقى المينة زي ما إحنا شايفين كده مجموعة كبيرة جدا من الألوان أقدر أستخدمها على سطح المعدن بأشكال مختلفة طبعا البرطمانات دي فيها المينة بعد عملية الصحق وبعد عملية التجهيز زي ما هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل ونتكلم عن خطوات تجهزها بيعرف لي تاني المينة بيقول إن هي مادة زجاجية سهلة الالتصاق على أسطح المنتجات المعدنية وذلك بعد صهرها طبعا أنا جبت العنوان ده أو التعريف ده ليه لأن التعريف ده أنت خدته في الترم الأولاني في الصف الثاني يعني الترم الصف الثاني ده كان معايا تعريف المينة وكنت عارفه وحفظه المفروض فعشان كده بدأت إن أنا أوضحه تاني لكن السنة دي هتكلم عنها في الصف الثالث بالتفصيل عن المواد الداخلة في التركيب عن المواد الأساسية عن الألوان الأساسية للمينة عن المينة هل هي شفافة هل هي معتمة إزاي يحولها من شفافة المعتمة إزاي يقدر إن أنا أشتغل بالمينة وألوانها المختلفة قبل ما أتكلم على المينة برضو كلام ده في حالقة تانية هقول إن المينة بتنقسم لقسمين رأسيين عند المينة ممكن تكون مينة على البارد أو مينة على الساخن طب إزاي؟ قال المينة على البارد عبارة عن بولومارات يعني مادة كيميائية مصنعة باستخدام مصلب بقدر إن أنا أحطها أو ألوانها على سطح المعدن وتاخد الشكل اللي أنا محتاجه أو اللون اللي أنا محتاجه لكن خلي بالك عمرها الافتراضي بيكون قليل وجمالها لا يضاهي يعني جمال المينة السخنة بيكون أفضل كتير جدا من المينة البردة يبقى أنا قلت إن المينة نوعين مينة على الساخن ومينة على الباد وعرفت تعرفها زي مواضح قدامي على الشاشة طيب نبدأ نشوف كده قدامي آدي مشغولات منفزة بألوان المينة وجمال المينة ودرجات اللونية المختلفة عشان أنفز مشغولة بالشكل ده لازم تكون المشغولة ديت أو درجات الألوان اللي مستخدمة بتكون درجة انسهارها أقل من درجة انسهار المعدن آدي شكل تاني لدلاية أو مدالية حسب ما هستخدمها الوظيفي أو الغرض الوظيفي ليها مستخدم فيها ألوان المينة وأشكال المينة المختلفة وتدرجات المينة بأكد إن طبعا هتكلم بالتفصيل عن الكلام ده وكمان هقول إن أنا إزاي أعرف أدرج المينة وإزاي أقدر أقرب ما بين الألوان وفي نفس الوقت تكون الألوان بتاعت درجات انسهارها لازم تكون متقربة طيب ده شكل تاني من أشكال مشغولات المينة زي ما احنا شايفين كده دي مينة معمولة بالسلك أو المينة المحاطة بالسلك أو بنسميها المينة كلوزونية أو بنسميها المينة المفصصة لها أكتر من اس زي ما احنا شايفين هو حاجز أو فاصل ما بين كل لون من ألوان المينة باستخدام مجموعة من الأسلاك الشرطية أو أسلاك ذات قطاع مستصيل زي ما احنا شايفين كده ألوان ودرجات المينة وجودة المينة واللمعتها بتبان في المشغولة وبتديني شكل جمالي في منتهى الرواع تفاصيل كل الشغل ده هتتبعونا على قناة مصر التعليم الفني هتشوفوا تفاصيل خامة المينة تمام هنا بنشوف ايه؟ هنا بنشوف درجات ألوان المينة وازاي العامل أو الصنايعي أو الفني أو أنا قطالب بقدر أن أنا أعرف درجات المينة ودرجة انصهار كل لون من الألوان كل لون طبعا ليه درجة انصهار معينة فأنا لو هستخدم المينة في عملية التشكيل أو عملية التلوين مش ينفع أن أنا استخدم المينة اللي هي درجة انصهارها مرتفع الأول او هستخدم ايه قال لي هستخدم المينة تبقى لترتيب درجات الالوان يعني ايه يعني لو عندي مينة درجة انصهرها منخفض ومينة درجة انصهرها مرتفع هصهر المينة لدرجة انصهرها اعلى الاول عشان تتعرض لعملية الصهر مرة واحدة ما هنا لو صهرت المينة لدرجة انصهرها منخفض الاول هتنصهر واجه اركب المينة التانية اللي هي درجة انصهرها اقل المينة لدرجة انصهرها اعلى أعلى الميناء لدرجة انسهار أعلى هتوصل لدرجة الانسهار في درجة عالية جدا وتكون الميناء لدرجة انسهارها أقل اتحرقت وانتهت تماما تفاصيل الكلام ده بالتحديد ودرجات الانسهار والألوان برضو هتكلم عنها بالتفصيل في درس الميناء هنشوف كده مع بعض بيقول ان الميناء زينت السويغ وبهجتها أو السياغة وبهجتها فهي تقنية فريدة عوضت المصاغ عن ألوان الأحجار الكريمة والسمينة وثق لها وأسعارها يعني بيقول ان الميناء من المواد اللي باستخدمها في شغل المجاهرات وشغل الحلي بتبقى بديل للأحجار الكريمة أنا قلت ليه لان الأحجار الكريمة تمنها غالي جدا جميلة وانعكاسها جميل ودرجات لونية بتاعتها في منتهى الروعة لكن استخدام للميناء بيدي نفس الجمال أو قريب من شكل الجمال لكن في نفس الوقت بيكون سعره أقل وبيكون وزن المشغولة في النهاية أقل في الميزان فطبعا السعر هيكون أقل كتير جدا من المشغولة المطاعمة بالأحجار الكريمة طيب هنا بيقول لي إيه؟ هنا بقى بيقول لي جمال الميناء الملونة على خلفية المعدن النفيس يعني المعدن الغالي قلنا المعدن النفيس اللي هو إيه؟ بلاتين دهب فضة كأنها جواهر حقيقية لكنها من صنع الإنسان طبعا هنا بيقول لي مقدمة عن الميناء إن جمال الميناء جمال يشابه إلى حد كبير جدا جمال الأحجار الكريمة إلا إنها من صنع الإنسان يعني تركيب زي تركيب الإزاز مكون النجموعة من العناصر بيتم صهرها فتديني شكل جمالي أو شكل لوني في منتهى الجمال والروعة تم نرخيص أرخص من الأحجار الكريمة شكله الجمالي أو قمته الفنية والجمالية عالية تفاصيل الألوان وتفاصيل الميناء هنتبعها مع بعض في حلقة الميناء هذه مشغولة زي ما أنا شايف كده قدامي هذه مشغولة معمولة زي مستنسخ لشكل أسري مطعمة أو متلونة باستخدام الميناء زي اللون اللي أنا شايفه اللون الأزرق ده اللون الأزرق اللي موجود أو اللون الزهري اللي موجود ده بدرجاته المختلفة ده عبارة عن عنصر من عناصر الميناء أو لون من ألوان الميناء قدرت أن أحطه داخل التجويفات وداخل الفراغات اللي هي محفورة على سطح المعدن هو حفر المعدن الأول وبعدين بدأ يملى الفراغات دي باستخدام اللون الأزرق وطبعا دخلها داخل الفرن وعمل عملية الصهر والتشتيب زي ما هنعرف بالتفصيل في عملية تنفيذ أو الخطوات التنفيذية لتطبيق الميناء ده شكل المنتج النهائي طبعا بعد عملية التشكيل أرجع وهو كتير قوي قوي لأجدادنا الفرعنا ولأ أنه عندي تمثال اسمه تمثال توتعنخامون أغلب الناس عارفاه التمثال دا استخدمت فيه أساليب وتقنيات كتير جدا 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 يعني استخدم فيه أسلوب الترصيع بالأحجار الكريمة وبعض أنواع الزجاج وكمان قدر الفنان المصري الأديم أجدادنا القدماء قدروا أنهم يستخدموا الميناء وقدروا أنه يصهر الميناء على سطح الدهب التمثال دا مصنوع من الدهب الخالص قدروا أنه يستخدم الميناء بدقة عالية جدا وبمواصفات عالية جدا وقدر أنه يرصع التمثال دا بألوان الميناء وجمال الميناء بالألوان اللي موجودة اللون اللي موجود دا على التمثال بيسموه الأزرق الملكي الأزرق الملكي دا عشان كان الدرجة دي بالتحديد كانت الفراعنة بتستخدمها في تماثيل الملوك العظماء بتوع العصر المصري القديم يبقى الميناء من ضمن مشغولاتها في مشغولات أسرية عملت لها مستنسخات أو حاولت أن أنا أقلتها بقدر أن أنا أزخرف بها سطح المعدن بقدر أن أنا أجمل بها سطح المشغولات المعدنية سواء كانت معادن سمينة أو مصنوعة من معادن تانية زي النحاس العادي أو النحاس الأحمر أو استخدامي للترسيع لكل أنواع المشغولات بشكل عام يبقى الميناء عرفنا أنها تنقصن لنوعين بشكل سريع ميناء على البارد وميناء على الساخن طيب تعالوا نشوف كده تاني إيه الميناء ممكن تقدر تعمله بيقول لي آدي تاج من مقتنيات الملك توت عن خأمون برضو مرصع ببعض الأحجار الكريمة وكمان قدر يستخدم الألوان أو درجات اللونية في الميناء حتى الآن من آلاف السنين ولازالت الميناء ملتصقة تماما على سطح المعدن ده بيدل على تقنية الميناء ومهارة الفنان المصري القديم أنه قدر يعمل منتج في الروعة والجمال والتفاصيل وقدر أنه يرسعه باستخدام الأحجار الكريمة والأحجار حتى الآن لم تسقط من أماكنها يعني أنا ممكن أشتري خاتم متركب عليه فص ولا الخاتم الفص وقع حاليا لكن ده من آلاف السنين لازال الفصوص ركبة في مكانها ولازالت الميناء بألوانها وجمال اللون واللون أكنه معمول النهاردة بدرجة لونية في منتهى الروعة بيقولي الخامات الأساسية في تصنيع الميناء طبعا هتكلم عنها بصورة مبسطة على طول بقولي أن من ضمن الخامات الأساسية لتصنيع الميناء نمر واحد السلكة قال السلكة هي العنصر الأساسي لداخل في تكوين الميناء يعني أكبر نسبة من مكونات الميناء هي السلكة يبقى عرفت أن السلكة أول خامة من ضمن الخامات الأساسية هتكلم على درجة انصهارها وهتكلم على تفاصيلها وإزاي أن أنا أخلط السلكة مع بعض المكونات التانية عشان أقدر أن أحسن خواص السلكة وأقدر أن أحصل على الميناء الشفافة وأقدر كمان أن ألونها باستخدام أكاسيد المعادن وحصل على درجات لونية ممكن تكون شفافة وممكن تكون معتمة يبقى أحنا هنقول أول مادة من مكونات الميناء هي السلكة طبعا هنتكلم عنها بتفاصيلها ومواصفتها في الحلقات القادمة تاني حاجة من مكونات الميناء هي البوركس البوركس برضو من ضمن المكونات اللي بيضفي أو بيضيف للميناء بعض الخواص والمميزات وبيحسن من وظائف الميناء بشكل عام هتكلم برضو عنه بالتفصيل في الوحدة أو في الباب الخاص بالميناء تالت حاجة من مكونات الميناء هو الصودة والبوتاس الصودة والبوتاس من العناصر اللي بتخش أو بتدخل بنسب متفوتة ومنسب مختلفة حسب تركيب الميناء الصودة والبوتاس من العناصر اللي بتخش تكمل وظائف الميناء أو تبين جمال الميناء أو تزود بعض الصفات الخاصة طبعا بتفصيلها وبالنسب بتاعتها هقدر تكلم عنها في الوحدات التالية بيقول لي بعد كده عندي لقم 4 أكسيد الرصاص أكسيد الرصاص ده من العناصر المضافة أو من المكونات الأساسية برضو للميناء ليه وظيفة؟ أنا طبعا لما اجا تكلم بالتفصيل هقول لك وظيفة كل خامة بتدخل مع السيليكة في التركيب ومدى أهمية هذه الخامة؟ لازم طبعا هتعرفها بالتفصيل وتبدأ تتكلم عنها بدون أي مشاكل عشان تعرف النسب والمكونات الأساسية للميناء هتكلم بعد كده عن الجير وبقول إن الجير من المكونات الأساسية للميناء الجير هقول لك وظيفته بصورة سريعة بيمنع أن الميناء تتأثر بالماء بيمنع أن الميناء تزوب في الماء بس مش أقول لك أكتر من كده عشان تتبعنا وتعرف تفاصيل الميناء ومكوناتها الأساسية وإزاي قدر من آلاف السنين من أيام العصر الفرعوني القديم أو المصر القديم والعصر الإسلامي والعصر القبطي والعصور المصرية المختلفة قدر يستخدم الميناء وقدر إن هو يطوع هذه الخامات المختلفة ويحصل على منتجات ذات جودة وذات جمال متنوع زي ما شفنا في الأصار الموجودة في جميع متحفنا المختلفة نمر 6 أكسيد المعادن وظيفة أكسيد المعادن دايما أو أكسيد المعادن دايما هي تلوين الميناء يعني الميناء في حقيقتها أو في شكلها الأصلي شفافة عديمة اللون عشان أديها مثلا لون أزرق بضف لها عنصر زي الكوبالت عشان أضف لها درجة لون معينة أقدر أضف لها أكسيد المعادن يبقى أكسيد المعادن بصورة مختصرة سريعا جدا بقول إن أكسيد المعادن أو أكسيد المعادن هي اللي بتدي للميناء عنصر التلوين هعرف طبعا بعد كده كل أكسيد ودرجة اللون ومدى تأثر اللون بالحرارة أثناء عملية الصهر ما أنا قلت إن الميناء مدى سهلة التشكيل بعد صهرها والتصقها على سطح المعدن بتلتسك على سطح المعدن تمام طيب أنا عايزها باللون معين بدرجة لونية معينة يبقى أهضف لها أكسيد المعادن المختلفة جميل هنجي ببص هنا كده عندي مجموعة من البرطمانات أو من البلتات المختلفة للدرجات اللونية لو نلاحظ هنا إن الفن يكاتب على كل لون الدرجة اللونية يعني هو مرقمها بدرجات لونية معينة عشان يقدر يكمل بها الشغل وكمان بيقدر يكتب عليها درجة لأنه بيعمل تست أو بيعمل اختبار لدرجة الحرارة عشان يعرف اللون ده هينصهر في درجة حرارة كام فهو بيكتب على كل لون بعد ما بيختبره في العينات اللي هنشوفها ويقول إن اللون ده ده اسمه أو لونه رقم كزا زائد إن هو بينصهر عند درجة حرارة كام عشان يبقى عارف إن أنا لون هيبدأ بيه وأني لون هينتهي بيه طبعا أنا قلت إن الألوان لدرجة انصهارها أعلى ببدأ بيها في عملية التصنيع الألوان الأعلى في درجة الانصهار ببدأ فيها الأول وبعد كده بحط وصهرها وبعد كده حط الألوان الأقل في درجة الانصهار تدريجيا وابدأ إن أنا عمل لها عملية صهر عشان الألوان الأعلى في درجة الانصهار بتتحمل درجات الحرارة أكتر من مرة بيقول لي هنا الخطوات المتابعة في إعداد وتحضير المينة من خامتها الأساسية من الخامات الأساسية أنا قلت بصورة سريعة قلت إن المينة مكونة من السيليكة مكونة من البوركس مكونة من أكسيد الرصاص مكونة من الجير والبوتاس مكونة من أكاسيد المعادن وغيرها من العناصر المختلفة طيب جميل المكونات دي بيعملها المصنع المتخصص في صناعة المينة بيخلط المكونات دي بشكل معين في درجة حرارة في زمن محدد هقول لك على الزمن طبعا وهقول لك على درجة الحرارة المستخدمة وهقول لك إن المينة دي عشان تتم تصنيعها بتقعد داخل الفرن حوالي من 12 إلى 15 ساعة عشان بس يجهزها ويصنع الخامة الأساسية تفاصيل كل عملية التصنيع أو تحضير المينة برضو هقدر أتكلم عنها في الباب الخامس لما نبدأ نتكلم عنه بالتفصيل طيب يبقى احنا تكلمنا عن الخامات المتبعة أو الخامات الداخلية في تصنيع المينة زي ما أنا شايف قدامي كده في منتج منفذ بعملية المينة آدي المنتجة هو قدر إنه هو يستخدم الفرشات طبعا بيستخدم فرشة تلوين عادية أو بيستخدم إثباتوليات خاصة أو بيستخدم طبعا الكلام ده ممكن يكون غريب بالنسبة لك لكن أنا هقوله بالتفصيل طبعا هيستخدم فرشة التلوين في ملء الفراغات اللي موجودة عندي زي ما أنا شايف كده هو بيحط الدرجات اللونية بتبقى في البداية في صورة حبيبات صغيرة بعد عملية الصهر بتنصهر تماما وتبقى لونها شفاف وما بيبنش عندي أثر الحبيبات اللي موجودة وطبعا براعي مجموعة من الحاجات وأنا شغال براعي مجموعة من المواصفات أثناء عملية التشغيل أنواع المينة أنا قلت إن المينة ممكن قسمها لعدة أنواع قلت إن المينة ممكن قسمها طبقا للحرارة إلى مينة على البارد ومينة على الساخن المينة اللي على البارد قلت إن هي عبارة عن مادة كيميائية ومعاها مصلب عن طريق وضع المصلب على المادة الكيميائية اللي بدرجة لون معينة ممكن أخلص الألوان وأعمل درجات تانية ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي وقدر إن أنا أسيبها بعد كده تحصلها عملية إيه جفاف أو أحاول إن أنا أجففها بدرجة حرارة بسيطة دي المينة البردة أما المينة على الساخن اللي دي اللي أنا عرفتها دي اللي أنا قلت مكوناتها بس عنوين فقط دي اللي أنا قلتها عبارة عن مادة زجاجية سهلة الالتصاق على سطح المعدن بعد عملية الصهر دي اللي لازم بعد ما قم بعملية التنفيذ أدخلها في داخل أفران ممكن تصد درجة حرارتها لـ 900 درجة مقوية أو أكتر حسب نوع الخامة اللي أنا بخط عليها المينة وحسب نوع المينة المستخدم عندي يبقى هنقول النوع المينة مينة شفافة أو مينة معتمة يا مستر انت لسه قاية أن المينة مينة بردة ومينة سخنة آه ما أنا هقسم المينة طبقا لدرجة الحرارة إلى باردة وساخنة وهقسم المينة طبقا للشفافية لأنواع كتير جدا هقول المينة الشفافة هقول المينة المعتمة وهتكلم عنها بالتفصيل هقول المينة اللي قلقية اللي هي نص شفافة أو نص معتمة اللي هي نص نص المينة مينة الصج أو الظهر كل نوع هعرف مكوناته واستخدامه أو مدى استخدامه وصلاحية استخدامه وتثبيته على المشغولة هيكون إزاي كذلك الباب الخامس هيتكلم على المينة البردة والمينة السخنة طبعا بتفاصيلهم بمكوناتهم الأساسية بطريقة تطبيقهم زي ما أنا شايف هنا دي طبعا مينة بردة قادي الفني بيقوم بعملية مسج اللون قادي اللون الأخضر الأولاني ده بدأ يمزجه مع اللون الأبيض ويحصل على درجة من درجات الأخضر اللي هيستخدمها في ترصيع المينة طبعا عرفتها من لزوجتها ومن لونها أن دي مينة بردة مش مينة ساخنة قادي الشكل اللي قدامي قادي الفرشة بيبدأ يملى باستخدام الفرشة بيبدأ يملى الفراغات اللي موجودة عندي طبعا أنا عندي أساليب كتير جدا للمينة عندي المينة كلوزونية عندي المينة بالحفرة عندي المينة باستخدام على الأسطح بالتلوين عندي أساليب كتير جدا لتنفيذ المينة هعرفها وعرف خطوات تصنيعها وتنفيذها في الدروس القادمة زي ما احنا شايفين كده تمام آدي منتج نفزه باستخدام المينة آدي شكل المنتج هو الأولاني قدر أنه يلونه بدرجات لونية بالشكل اللي قدامي اللي هو فوق ده اللي أنا مشاور عليه أو الشكل الثاني ده بدرجات لونية معينة استخدم مجموعة من الفرش المختلفة فرش اللي باستخدمها في تلوين المينة بتبدأ من 3-0-0-0-0 بعدين 2-0 وبعدين 0-1-2-3-4 حسب المساحة اللي أنا محتاج أعمل عملية التلوين أنا باملة الفراغات اللي موجودة عندي باستخدام الفرشة وبعد ما باملة الفراغات ببدأ أدخل لو هي مينة ساخنة بدخلها داخل الأفران أو داخل الفرن يتم صهرها بعد كده بعمل لها عمليات تشتيب متتالية لحد محصل على شكلها النهائي أما المينة البردة مملها في مكانها واسبها إنها تجف مباشرة أو بحاول إن أنا أعرضها لأمكان دافي شوية عشان أصرع من عملية تصلبها بدون استخدام أفران يبقى أنا عرفت إن أنا عندي مينة بردة ومينة ساخنة هعرف تفاصيلهم وترق استخدامهم وتطبيقهم على سطح المعدن بالتفصيل زي ما هنشوف كده تاني قدامي أنواع المينة من حيث الشفافية أنا قلتها من شوية أول نوع اللي قال مينة الشفافة وطبعا هعرفها واعرف استخدامها نمرة 2 المينة المعتمة في 3 و 4 و 5 لكن مش أتكلم عنهم بالتفصيل آدي شكل منتج مطبق أو منفذ عليه المينة بتدرجات لونية زي ما أنا شايف قدامي هون هنا في تدرجات لونية بتبين لي عملية التشكيل أو عملية التلوين والدرجات اللونية المختلفة وقدر إن هو يستخدم المينة بمهارة وقدر إن هو يعمل لها إطار خارجي اللي هو السلك الكولوزوني عشان يقدر يقوم بعملية تطبيق المينة على سطح المعدن بيتكلم بعد كده نفس الباب الخامس على الخطوات المتبعة في إعداد المينة بيقول إن المينة بتجيلي في شكل قطع غير منتظم أنا شايفها قدامي هاي قطع عاملة زي الحجار عاملة زي الإزاز كده غير منتظمة الشكل باستخدام الهون ده الهون ده مصنوع من العقيق بقدر إن أنا عمل لها عملية صحق أو طحم بعد ما بغطيها بكمية مناسبة من الماء المقتر هقول لك ليه وليه باستخدم الماء المقتر تحديدا برضو تابعنا في الباب الخامس آدي شكل الهون بعد ما حط أو غطى الهون بكمية من الماء وقدر إن هو يعمل عملية الصحق ألاحظ إن الماء بدأ المية بدأت لونها يتعكر بدأ لون المية ما يبقاش صافي طبعا هقول لك إيه اللي تقدر تعمله عشان ترجع المينة بلونها الأصلي وما يحصلش تعكير في اللون آدي هنا هو بدأ يغششني ويقول لي اغسل المينة بغسل المينة عدة غسلات عشان أتخلص من اللون الغريب أو عقارة الماء اللي كانت موجودة عندي آدي شكل المينة بعد ما طحنها وغسلها ووضبها ووضبطها بكل الخطوات طبعا مش هتكلم علمي وهقول لك على الخطوات دي بالتفصيل آدي شكل المينة اللي هيقدر يستخدمها أو اللون اللي هيقدر يستخدمه طبعا العملية دي بتستخدم لكل لون منفرد عن الآخر لما اجعمل لون أحمر بعمله لوحده لون أزرق بعمله أو أشكله لوحده كل لون بيتم صحقه لوحده وابدأ أجهزهم داخل بالتة زي بالتة الألوان وأقدر أملى المينة طبقا للرسم أو طبقا للتصميم اللي في خيالي أو لو الشخص اللي بيشتغل فنان بيقدر يرسم أكنه بيرسم لوحة جمالية بنفس مواصفاتها أكنه بيرسم بالفرشة تمام أكنه بيرسم بروتري شخص وردة بيرسمها بألوان المينة بشرط إيه هو الشرط يا مستر بشرط إن تكون الألوان متقربة عشان درجة مش متقربة في اللون متقربة في درجة الانسهار عشان ما يحصلش عملية حرق اللون واللون التاني لسه ما حصلهوش عملية صحق بختار الألوان اللي أنا اختبرتها وعرفت إن درجة انسهارها متقربة وقدر إن أنا استخدمها في عملية التلوين آدي لون أحمر برضو قدر إن هو يستخدمه أو يقدر إن هو يعمله عملية صحق عشان يجهزوا لعملية تلوين المشغولة زي ما احنا شايفين كده قدامي ادي مشغولة من المشغولات اللي هو بدأ يملاها بألوان المينة المختلفة المشغولة دي محفورة عمل عملية الحفرة عليها باستخدام الحفرة بالزنجوراف باستخدام الحفرة بالاقلام باي طريقة من طرق الحفر وجاب هنا هنا استخدم القطارة بدأ يسحب ألوان المينة ألوان المينة عملها بودرة كده بس بودرة خشنة بياخد البودرة دي باستخدام القطارة ويبدأ يملأ التجوفات او الفراغات اللي موجودة يا مصدر انت قايل من شوية باستخدام فرشة الالوان ممكن استخدم اسباتوليا حاجة عاملة زي المعلقة كده واملى بيها الفراغات طبعا كل فني حسب مهارته وحسب المساحة اللي انا هلون بيها لو عندي مساحة كبيرة يبقى الاسباتوليا هتكون افضل لو عندي مساحات متوسطة يبقى الاضطارة اللي بسحب بيها اللون باملى بيها المساحات بتكون احسن واجمل كتير جدا وبتكون اسهل بالنسبة للصناعة طبعا في صناعية بتفكر بتفضل او طلبة بتفضل انها تشتغل باستخدام الفرشة كمهارة او ان هو قدر يتحكم فيها اكتر من استخدام الاضطارة او استخدام الاسباتوليات بشكل عام هنا بيوريني شكل المنتج اللي قدامي ده ده هنا بيبدأ يعمل لي عملية تشكيل المينة باستخدام السلك زي ما انا شايف كده اه دي الفني بدأ يشكل سلك طبعا بعد مدهن المشغولة بطبقة من الفلاكس عشان يسبت او طبقة من السمر عشان يسبت الاسلاك زي ما انا شايف كده بالمهارة اللي بين قدامي بيبدأ يشكل الاسلاك بمنتهى السهولة باستخدام الجفت وباستخدام الزراضية او باستخدام المقصات زي ما انا شايف بياخد التصميم بنفس تفاصيله بنفس جماله ويبدأ يسبت الاسلاك باشكالها المختلفة مهارة طبعا الصانع اللي بيشتغل ادي الوان المينة اللي موجودة بيسحبها هو الالوان دي محطوطة عليها مادة الفلاكس بدأ يملى الفراغات في منتهى الجمال ومنتهى الروعة طبعا كل لون مفصول او محجوز عن التاني باستخدام اسلاك مستطيلة زي ما انا شايف كده جمال الفني وهو بيقوم بعملية التصنيع لوحة فنية ولا اروعة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة ادري ادري ينفذ اللوحة الفنية دي وبعد كده طبعا عشان تعرف خطوات التصنيع وتعرف المنتج ده هيتنفذ في الاخر وهيكون شكله ومواصفاته وجماله هيكون باين ازاي تابعنا على قناة مصر للتعليم الفني وهتشوف كل الخطوات وكل التفاصيل الخاصة بتنفيذ المينة هنا بقى هنتكلم عن حاجة تانية ادي شكل خاتم او شكل مصغات وحلي زي ما باين على الشاشة منفذ عليه الوان المينة طبعا الشكل ده مفرغ في تفرغات دقيقة جدا التفرغات دي تقريبا بتصل نص سنتي او اربعة خمسة ميلي بالكتير وبدأ يملاها باستخدام المينة هتقول لي طب ازاي يا مصر ادري ان هو يحط الالوان والالوان دي ما تقعش او ما تسقطش من داخل الفتحات اللي موجودة برضو هقولك على ازاي ادري الفني يعمل العملية دي وادري ان هو يحافظ على المينة بدون ارضية او اللي انا بسميها مينة اجور او اللي بنسميها مينة بالتفريغ يبقى عشان اعمل منتج مفرغ زي ايدي كده بالزبط وخط المينة والمينة ما تقعش ده هعرفه بالتفصيل وهعرف خطوات العمل وازاي اعمل له ارضية الارضية دي ما تلزقش او ما تلتصقش مع المينة وفي نفس الوقت بعد ما طلعها قادر ان انا بص فيها القيه شفافة تشبه الى حد كبير الازاز المعشق بالرصاص او الازاز الملون بدرجات لونية في منتهى الروعة والجميل طبعا انا بقولك على الفكرة الاساسية للمينة وانت هتقدر كطالب دارس بقى احسن كمان من الفني تقدر تدخل اكتر من طريقة فنية مع بعض وتقدر تتحايل يعني تقدر تفكر وتقدر تعمل اكتر من عملية فنية وتدخلهم مع بعض وتحصل على منتج فني في منتهى الروعة باستخدامي لالوان المينة وصفات ومكونات والخامات الاساسية الداخلة في تركيب المينة ادي قدامي مشغولة دلاية دلاية سلسلة او دلاية بتاعت مدنيا مطبقة او منفزة باستخدام المينة في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال كخامة جميلة ممكن تكون معدن الدهب او ممكن يكون ده نحاس احمر مطلي بالدهب ومنفز عليه طبعا بطلي بعد ما بعمل عملية المينة منفز عليه المينة بدرجات لونية في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال كل دي مينة شفافة بين بتفاصيلها وجمالها طبعا بيبقى شكلها جميل جدا في عملية التصنيع. هنعرفها برضو بالتفصيل. ادي شكل منتج تاني دهبي ملون في بعض الاجزاء او بعض الاماكن باستخدام الوان المينة ودرجات المينة المختلفة. انا شايف منتج في منتهى الروعة. يعني ده اللاية اللي في المنتصف ده. اللي في المنتصف. ومعها حلق. اليمين والشمال ده. تمام? قدر ان هو يستخدم الوان المينة المتنوعة في عملية التشكيل. هنا دي الافران اللي انا بستخدمها. فرن صغيرة جدا. بستخدمها في عملية صهر المينة. طب تجي نفتح الفرن ونشوف جواها ايه? اه دي شكل الفرن. اه دي الرف اللي انا بثبت عليه او بحط عليه المشغولة. داخل الافران. الافران دي لها انواع كتير جدا. في منها القهرابي ومنها اللي بيشتغل بالزيت. بالمزوت او بالمواد اللي هي عوادم كتير. افضل انواع الافران بالتفصيل هي الفرن المستخدمة بالطاقة القهربية. هي انقاها وانضفها واحسنها في الاستخدام. طيب نشوف ايه تيني عندنا? اه دي شكل منتج او شكل المنتج اللي انا جبته من شوية. قدر يطبق عليه المينة وقدر انه هو يشطبه. وهنا بيعمل له عملية غسيل. بعد ما استخدم حجر تشتيب اسمه حجر الكاربراندوم. فبدأ ينظف المينة عشان يحصل على سطح مستوي تماما بالوان ودرجات لونية متنوعة. طبعا هنعرف برضو في الباب ده عيوب المينة. وانا شغل طبعا قطالب لسه بتعلم. هيقابلني بعض المشاكل الكتير جدا. وانا بشتغل هيحصل لي بعض العيوب. ازاي اعرف احل العبدة? يعني انا ممكن وانا بصهر المينة فيها لسه نسبة ماء موجودة نتيجة عملية التجهيز. ممكن وانا بصهر المينة ده ممكن يحصل عندي بعض الاماكن تقشر وتقع من مكانها بعد عملية الصهر. ايه يا مستر ده? انت بتقول بعد? وبتقول قبل? وبتقول اسناء? اه. ما هي العيوب دي? هقسمها لك الى عيوب قبل عملية الصهر. واقدر حلها طبعا بمنتاز سهولة. عيوب بتحدث اسناء عملية الصهر والمينة داخل الفورن. بيقدر بقدر اشوف عيوب بتبدأ تبان. وهقول لك ازاي تعرف تحل المشكلة ديت. وعيوب كمان بتكون بعد عملية الصهر خالص. زي ايه مثلا? زي ان المينة ما لزقتش في المشغولة. المشغولة ما تنظفتش كويس. فبعد من صهرت المينة عليها مادة دهنية او عليها شوائب. فبعد من صهرت المينة جت طلعتها. قامت المينة مقشرة من على السطح خالص. طيب العيب ده اسمه ايه علميا? وعالجه ازاي? هقول لك برضو معايا في الباب الخامس كل المواصفات دي. هنا بنتكلم بصورة عامة او عنوين فقط. اول عيب اسمه الطف. طف وحبيبات المينة. العيب التاني اسمه عيوب البخبخة او عيوب وجود سقوب او اماكن مجوفة على سطح المينة. يعني بعض التجويف اللي موجودة. احنا بنسميها في الورشة. او بسميها السايغ. او الشخص اللي بيشتغل في شغل المينة بسميها البخبخة. يعني عبارة عن فقاقية كانت موجودة هاوة او مية. فارقعت وسبت مكانها حفرة. دي بنسميها ايه? البخبخة. طبعا انا اقولها بالتفصيل. من العيوب تاني قلت التشقق او الانتشار السطح. ان المينة بعد ما عملت لها عملية تنفيذ. المينة حصل لها تشققات سطحية. المينة شققت من على سطح المعدن. بدل ما تبقى كتلة او على بعضها مليا المكان. بدأ يبقى فيها ايه? شروخ. الشروخ دي نتيجة من ايه? او تكونت ليه? موال عدة حصل مني انا? نتيجة بعض الحاجات الخاطئة اللي انا واعرف ازاي اقدر عالج العيب ده سببه وطرق علاجه طبعا في الباب الخامس. بيقول لدرجة اللمعان طبعا المينة متعرض لدرجة الحرارة لما عنها بيختلف. فبرضو هاعرف ازاي اتلاف العيب ده. ولو حدس لو حدس عندي عيب اقدر ازاي اعالجه بصورة سليمة. الباب السادس بيكلم عن الخامات المساعدة. ايه الخامات المساعدة ديت? يعني الخامات اللي بتخش معايا في شغل المعادن. انا قلت ان تخصصي اسمه تشكيل المعادن والسياغة. تشكيل المعادن الخاص بتشغيل اعمل ابليك اعمل فوزة اعمل ابجورة اعمل اي وسيلة اضاءة مصنوعة من النحس او اي معدن من المعادن. طب جميل ده اسمه تشكيل المعادن. الشق التاني من تخصصي هو شغل السياغة. طيب. الخامات المساعدة هي الخامات المستخدمة في شغل المعادن. يعني ايه? قال لي عندي خمتين رقاصيتين باستخدمهم في شغل المعادن. ايه هما? قال لي رقم واحد اللدائن بانواعها. البلاستيك والباغة بانواعهم المختلفة ودرجاتهم المختلفة. كذلك الزجاج. الزجاج بيدخل معايا في وسائل الاضاءة بيدخل معايا في بعض المنتجات عشان يديني ناحية جمالية. حديثا ادر ان هو كل ما كان التصميم بتاعي او الدزاين بتاعي كان معتمد على ان انا ادخل اكتر من خامة مع بعض عشان احصل على منتج بشكل جمالي كل ما كان ملفت للشخص او المستهلك اه اللي هيستهلك المنتجات. فلازم اعرف بصورة سريعة الخامات المساعدة. اللي رقم واحد في الخامات المساعدة هي ايه? بيقول لي الباب ده بيحتوي على نشوف كده مع بعض. اللدائن والزجاج. اه دي هنتكلم في الاول على اللدائن. بنقول اه دي شكل حبيبات من البلاستيك دي اللي بتتوفر في السوق. اللي بتيجي للشخص اللي بيصنع اكياس بلاستيك بيصنع اه الواح بلاستيك. بيجي له عبارة عن حبيبات كده غير منتظمة. بدرجة الاونية معينة. بيقدر ان هو يعمل لها عملية تصنيع. عشان اتكلم بصورة عامة برضو مش اتكلم بالتفصيل عن اللدائن. هقولك ان اللدائن بتنقسم عندك لكسمين رأسيين. ايه هما? قال لي لدائن متلينة بالحرارة. يعني عن طريق عملية التسخين اللدائن دي بتبدأ بيبدأ يحصل لها عملية انصهار. وفي لدائن تانية بتتجمد بالحرارة. ايه ده? تتجمد بالحرارة وتتلين بالحرارة. قال لي اه اللدائن في اغلبها او اللدائن النقية بتتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة باستخدام الحرارة. اما بعض اللدائن المركبة اللي باستخدمها في القطاعات مثلا الكهربية او بعض الاجزاء اللي ما ينفعش اعادة تصنيعها مرة تانية اسمها لدائن متجمدة او متصلبة باستخدام الحرارة. يبقى شوفنا حبيبات اللدائن على الشاشة كده. ادي تاني شكل الوان حبيبات اللدائن اللي انا بقدر ان انا عمل لها عملية تشكيل. طبعا مش انا الشخص اللي هو الفني اللي بيقوم بعملية تصنيع اللدائن ويدهاني في صورة الواح او في صورة اعواد او موسير اقدر ان انا دخلها في شغل المعادن او شغل الاكسسورات الزهبية او الاكسسورات الاكسسورية بتاعت المجوهرات يعني. قال لي اولا اللدائن بتنقسم لمجموعة من الانواع. نشوف كده الانواع. قال لي رقم واحد لدائن تتلين بالحرارة اللي هي بيحصل لها عملية صهر باستخدام الحرارة. النوع التاني لدائن تتصلب باستخدام الحرارة. هاعرفها واعرف مكوناتها الاساسية وبعض الاسامي الشهيرة المستخدمة في هذا النوع من اللدائن. خواص اللدائن بعد كده بيتكلم على اهم مخاصية طبعا هتكلم عنها برضو بالتفصيل على خفة الوزن والشفافية والمرونة. كلنا عارفين ان البلاستيك وزنه خفيف جدا. البلاستيك في حالته الطبيعية او البلاستيك النقي بيكون عديم اللون زي المية شفاف تماما. ممكن ان انا استخدم له عملية تلوين. ممكن استخدم له ملونات. واحصلوا على لون. اللون ده ممكن يكون برضو شفاف. او ممكن انا حوله باستخدام التلوين الى لون ايه معتم تماما. كل التفاصيل دي هتبعنا في الباب السادس. هتعرفها وتعرف درجات الانسهار وتعرف المكونات وتعرف اهم انواع اللدائن اللي انا ممكن استخدمها في شغل تشكيل المعادن. ادي شكل بعض المنتجات او العديد من المنتجات المصنوعة المصنوعة من البلاستيك بانواعه المختلفة. طبعا اه ممكن استخدمها في عواكس الابجرات في بعض اجزاء النجف في قواعد الققوس وغيرها من الاستخدامات. ثانيا بنتكلم على الزجاج في الباب السادس. ادي شكل الواح الزجاج. كلنا عارفين ان الزجاج اشهر شكل ليه هو المسطحات. الالواح بتاعت الزجاج. الواح الزجاج دي اللي انا باستخدمها زي المكتب اللي موجود قدامي. او باستخدمها في وحدات الاضاءة. ممكن يكون شفاف. ممكن يكون شفاف وملون. ممكن يكون شفاف. وفي درجات لونية او استخدم مع عملية التعشيء. الازاز المعشق بالرصاص. واستخدمه كدرجات لونية متنوعة باشكال كتير جدا وبانواع كتير جدا. واقدر اعمله عمليات تشكيل. واقدر احوله المريات باستخدام عمليات صناعية مختلفة. يبقى الزجاج زي ما انا شايفت كده. عبارة عن اشكال والوان متعددة. اهم صفاته ونعومة السطح. سطحه ناعم. اه لونه في الغالب بيكون شفاف. بيتركب الزجاج من اهم عنصر. هو عنصر ايه? اللي عنصر السلكة. بيقول لي انواع الزجاج. في انواع كتير جدا طبعا للزجاج زي ما انا قلت. طبعا طبقا للتركيب او طبقا لنوع الزجاج. في المسطح في الزجاج اللي هو مستخدم مصنفر او سطحه غير شفاف. الازاز على سطحه بعض النقوش وبعض الرسومات. طبعا هنتكلم برضو بالتفصيل عن انواع الزجاج. يبقى الباب السادس كان بيتكلم على الخامات المساعدة. الخامات المساعدة بتنقسم لقسمين اساسيين. ايه هما? قال لي رقم واحد اللدائن بانواعها بدرجات انصهارها المختلفة. رقم اتنين او الجزء التاني من الباب السادس بيتكلم على ايه? بيتكلم على الزجاج وانواعه والوانه والزجاج اللي بتحمل درجات الحرارة والزجاج اللي ما ما بيكسرش نتيجة التسخين وبيخش الفرن زي ما كلنا عارسين الانواع المشهورة دي. بيتكلم بعد كده على مميزات الازاز. بيقول لي اهم ميزة من مميزات فيه مميزات كتير جدا. لكن اهم ميزة من مميزات الازاز نعومة الملمس. يعني ملمسه بيكون سطحه ناعم. صعب ان هو يتخدش. مش زي المينة. مش زي البلاستيك. البلاستيك لو انا لابس اه خاتم مسلا الخاتم ده فيه جزء او فاص. ممكن اخربش البلاستيك. ممكن اخربش المينة لحدا ما. لكن الزجاج عملية الخدشة بالنسبة له صعبة الى حد كبير. يبقى عدم القابلية الخدش وانعومة الملمس. تحضير الزجاج هنتكلم عنه بالتفصيل. ونقول ان مادة السلكة يعني عنصر الاساسي لتصنيع الزجاج. السلكة اللي بتنصهر عن درجة الف وستمية. ده اختصار شديد. هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل طبعا. تصنيع الزجاج. او ده الفرن الخاص بعملية تصنيع الزجاج. وازاي الحد ده بيكون في المكونات الرئيسية والاساسية. ويتم تصنيع الزجاج. بعد كده بنتكلم على الباب السابع. الباب السابع بيتكلم على اطلاق القهربي. اطلاق القهربي من الابواب الجميلة جدا اللي هي معتمدة الى حد حد كبير على نظريتين علميتين. ايه هما? قال لي اول حاجة. ادي محتوى الباب. بيقول لي نمرة واحد اهداف الطلع. هتكلم على الاهداف لكن بعد كده هقدر اتكلم بالتفصيل. انا بطل المشغولة ليه? لأنا عايزك تبقى معايا كده وركز. بطل المشغولة عشان ارفع من قيمتها الفنية والجمالية. انا قلت المينة نفس الكلام. قلت الطلع نفس الكلام. لكن الطلع كلنا بنسمع الكلام ده. بقول ان انا عندي مدالية مصنوعة من الفضة. عايزت ليها بميت الدهب. عايزت لي المدالية اللي مصنوعة من النحاس اللي معايا دي. عايزت ليها بالفضة بعيار. عايزت ليها تلاتة جرام فضة. جرام. ربع جراء. عايزت ليها بمعيار معين او بدرجة معينة من خامة سمينة او خامة احلى. طيب. يبقى الطلع الهدف من الطلع برفع القيمة الفنية والجمالية للمنتج وبقدر ان انا اديره شكل جمالي ولون شبه خامة تانية جودتها احسن او لونها ودرجة مقاومتها العامل الجوية بتكون افضل بصورة كبيرة يبقى الطلع الهدف الاساسي منه هعرفه برضو بالتفصيل في نقط 1 2 3 4 وهعرف ليه انا بستخدم عملية الطلع بانواعها المختلفة الطلع هيتكلم بالتفصيل عن حاجتين مهمين نمرة واحد النظرية الايونية نمرة اثنين نظرية التحليل القهرابي هعرف ازاي ان انا لما بفكك المادة وحولها لمادة قابلة للذوبان زي الدهب بفعلوا مع بعض المواد وحولوا لملح قابل للذوبان في المياه ودوبوا في المياه ايه اللي بيحصل علميا نتيجة تفكك الجزيئات الخامة دي انا هتحول في الدرس ده الى درس كيميا وفيزياء عشان اوضح بالضبط ازاي مكونات او ازاي بقدر اوجه جزيئات المعدن اللي اتفككت داخل المحلول وبدأت تترصب على سطح المعدن اللي انا عايز اعمله عملية الطلب في الغالب انا باطلي المعادن يعني مثلا هاطلي للفضة اطليها بالذهب ممكن اطلي مشغولة من النحاس اطليها بلونين طب ازاي يا مستر هقول لك برضو لما اتبعنا ازاي اطلي المشغولة باكتر من درجة لونية وازاي اقدر اغير لون الخامة عن طريق تكسيتها او تغطيتها باستخدام طبقة خفيفة خفيفة جدا من المعدن اللي انا عايز اطلي به وهعلق المشغولة في ان يقض بموجب ولا سالب وهعمل عملية الطلب هتم ازاي وازاي اقدر اخلي عمر الطلب فترة زمنية طويلة يبقى انا قلت اهداف الطلب ايه هي رفع القيمة الفنية والجمالية للمعدن نظرية الطلب بعد كده هتكلم عنها بالتفصيل واقول ان انا بعلق المشغولة في القطب سريعا في القطب السالب وبعلق المعدن اللي هطلي به في القطب الموجب وهقول كل تفاصيل وسر الصنعة هقولها في الباب اللي قدامنا ده لكن لازم تتابعنا على قناة مصر للتعليم الفني عشان تقدر تستوعب وتعرف كل اسرار مهنة تشكيل المعدن واسيغة هتكلم كمان عن نظرية الايونية بالتفصيل وهعرف النظرية الايونية هي من الاساسيات لعملية التكسية بالطلاء او عملية الترصيب القهربي اللي من خلالها اقدر اكسي المعدن او اغطي المعدن باستخدام معدن تاني وهتكلم طبعا عن نظريات الطلاء كلها هنا بيوريني شكل الحوض الطلاء اللي من خلاله اقدر اقوم بعملية الطلاء القهربي وتكسية المعدن بمعدن تاني زي الفضة بعد كده بنتكلم عن الخامات المستخدمة في الطلاء هقول لك سر الصنعة وهقول لك تركيب أحواض الطلاب الدهب إزاي الأحواض درجة الحرارة المستخدمة إزاي أفكك الدهب وأحوله إلى مادة قابلة للدوابان وإزاي أقدر إن أنا أخط التوصيل الكهرابي طبعا مش كهربة الشقة كهربة معينة بفولت معين طيار كهرابي مستمر زي بطارية أو تنجر وقدر إن أنا أعمل عملية تاكسية أسطح أو قطل المشهولة بمعدن الدهب كذلك معدن الفضة هكلمك على أحواض الطلاب بالفضة ونسب تركيب الحوض وإزاي أفكك الفضة وحولها لمادة أو ملح قابل للدوابان في الماء في الماء المقتر طبعا في كل العمليات وقدر إن أنا أعمل بيها عملية تاكسية للأسطح بعد كده هنتكلم عن تركيب الأحواض كلها بالتفصيل كذلك هنتكلم على حوض الطلاب بالنيكل كذلك هنتكلم على حوض الطلاب بالنيكل كروم يبقى هتكلم على الطلاب الدهب هتكلم على الطلاب الفضة هتكلم عملية الطلاب بالنيكل وهتكلم بالتفصيل عن نيكل كروم يبقى أنا عندي مجموعة من الأحواض اللي هعرف فيها سر الصنعة وهعرف فيها إزاي أقدر من خلال عملية الطلاب أفكك هذه المعادن وأطلي المعدن في بعض أنواع المشغولات لازم أطلي نيكل الأول وبعدين أطلي بعد كده باستخدام المعدن السمين عشان يديني مظهر ولون ودرجة لونية في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال تابعنا طبعا عشان تقدر تستفاد من هذه الصفات المتنوعة للخامات الباب التامن بيتكلم عن الأحجار الكريمة هنا بقى في الباب ده هنشوف مدى روعة خلق الله في تكوين الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة أنا اتكلمت عنها في سنة تانية وقلت أن الأحجار الكريمة بصورة بسيطة جدا هي عبارة عن أحجار ليها تأثير روحي طبعا الكلام ده عند بعض الناس لكن علميا الكلام ده مش موجود فعشان كده سموها الأحجار الكريمة وبيسموها الأحجار النفيسة ليه الأحجار الكريمة أو نفيسة قال لي عشان نضرت وجودها مش موجودة كتير في بطن الأرض أو ما بلقاهاش كتير منتشرة فعشان كده بيسميها النفيسة طب كريمة ليه قال لي كريمة عشان خاطر أن هم بعض الناس وبعض أجدادنا الفرعنة وبعض العصور الأديمة كان بيعتقد أن الأحجار الكريمة دي ليها تأثير روحي أو تأثير على الإنسان في بعض الحاجات المتنوعة طيب تيجي نشوف الأحجار الكريمة وجملها طيب يلا مع بعض نشوف محتوى الباب الأخير هنا بيقولي الأحجار الكريمة هيقود ده بيتكلم على الأحجار الكريمة وبيقولي أن الأحجار الكريمة لها أشكال وألواع متنوعة الأحجار الكريمة منها الماس واليقوت والزمرد والأحجار الكريمة بتنقسم الأحجار الكريمة عضوية وأحجار كريمة غير عضوية هعرف هتكلم على الماس وقول إنه أعلى وأغلى الأحجار صلبته بتصل إلى عشر درجات تقريبا الماس من الأجمل الأحجار الكريمة تفاصيله وخوصه وكل مواصفاته هعرفها بعد كده بالتفصيل بعد كده هتكلم على اليقوت وهتكلم على الزمورد وهتكلم على العقيق وهتكلم على كافة أنواع الباب ده خاصة بكافة أنواع الحجار الكريمة ومنها اللقلق ومنها المرجان اللي هما من صنع وخلق الله سبحانه وتعالى النهاردة تكلمنا بصورة عامة عن محتويات الباب التاني أو الباق الترم التاني لمادة الخامات المعدنية عرفنا كل مكونات اللي هناخدها إن شاء الله في الترم التاني أرجو أن احنا نكون استفدنا من مكونات وتشوقنا إلى حد كبير جدا إن احنا نعرف كل أسرار المهنة وكل الخامات اللي بستخدمها في تخصص تشكيل المعادن والسيغة كان معكم مستر أحمد عبد العزيز معلم خبير تشكيل المعادن بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته